بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم وأهلا ومرحبا بكم أبناء طلاب الصف السابع في مراجعة الباب الثاني من مجال الفقه الإسلامي أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بدرسي أحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر أولا أحكام الاعتكاف سؤالنا الأول من الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن يفعلونه إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان من يتذكر الإجابة؟ بارك الله بكم كانوا يجتهدون فيها بالعبادة أكثر من غيرها ويخصونها بسنة الاعتكاف أحسنتم مفهوم الاعتكاف من يعرف لنا الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه بمعنى أن تلزم نفسك في زمان ومكان معينين لفعل أشياء محددة وتحبس نفسك عليها ولا تفعل غيرها أما شرعا هو لزوم مسجد تقام فيه الجماعة طاعة لله تعالى بشروط مخصوصة أي أن تلزم نفسك بالبقاء في مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة حتى تطيع الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات المختلفة مع مراعاة بعض الشروط المخصوصة التي نتعرف عليها لزوم أو البقاء في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة طاعة لله تعالى بشروط مخصوصة فأمل الدليل عزيز الطالب هو استنبط منه حكم الاعتكاف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فما الحكم الذي نستنبطه ونستفيده نعم بارك الله بكم أن الاعتكاف سنة في أي وقت من أوقات السنة وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان ووقت الاعتكاف غير محدد فقد يكون قصيرا أو طويلة قد يكون ساعة أو أكثر وقد يطول إلى أيام وخاصة قد يكون في العشر الأواخر كلها وهنا قد يسأل أحدهم سؤالا ما الحكمة من مشروعية الاعتكاف أو لماذا شرع الاعتكاف لماذا كان من السنة أن تلزم مسجدا أو تحبس نفسك وتبقى في هذا المسجد لا شك أن الحكمة كثيرة ومن أعظمها التقرب إلى الله تعالى بالأكثار من الطاعات وبخاصة في رمضان وفي العشر الأواخر منه وكذلك التفرغ لعبادته سبحانه وتعالى وكما نعلم أن عبادة الله تعالى هي الهدف الأسمى بوجودنا في هذه الحياة فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكذلك إخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكره سبحانه وتعالى فالناس في أعمالهم وحياتهم قد ينشغلون بأمور كثيرة فإذا ما لزمت المسجد ونويت الاعتكاف لله سبحانه وتعالى فإنك تخلي وتفرغ قلبك من كل ذلك كل ما يتعلق بالدنيا وتجلس لتعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة فهذه حكم عظيمة جليلة بارك الله بكم ووفقنا لذلك جميعا وكما نعلم أن للاعتكاف شروطا لا بد من الالتزام بها حتى يكون اعتكافنا صحيحا مقبولا وأول شروط وهو شرط لكل عمل حتى يكون مقبولا النية فلا بد أن تنوي بقلبك أنك ستلزم هذا المسجد وتعتكف فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فالشرط الأول النية والشرط الثاني الطهارة من الحدث الأكبر الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس أما الحدث الأصغر فلا يؤثر ولا يضر بالاعتكاف فكلما أحدث الإنسان حدثا أصغر فيذهب ويتوضأ ويعود ويكمل عباداته أما الحدث الأكبر فلا بد أن يكون الإنسان خاليا منه الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واحدة من أعظم العبادات فإذا اعتكف الإنسان في مسجد مهجور أو مسجد أو مصلا في بيته ولا تقام في هذا المسجد صلاة الجماعة فإنه سيضطر في كل صلاة أن يخرج من معتكفه ويذهب إلى صلاة الجماعة ثم يعود إلى معتكفه وهذا لا يجوز فلذلك لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة هنا عزيزي الطالب لا بد أن نتعرف على ما يبطل الاعتكاف هناك بعض الأمور من فعل أحدها فقط بطل اعتكافه وأولها قطع نية الاعتكاف لأن النية كما ذكرنا قبل قليل شرط لصحة الاعتكاف فمن قطع هذه النية ونوى بقلبه أنه سيقطع الاعتكاف ويخرج من المسجد فقد بطل اعتكافه وإن كان لا يزال في المسجد فلا بد أن تستمر النية وأن لا تقطعها ثانيا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا لأن الاعتكافة هو لزوم المسجد والبقاء فيه فمن خرج لغير حاجة فقد بطل اعتكافه وإن كان وقت الخروج قليلا أما إن كانت هناك حاجة كان احتاج إلى الذهاب للطبيب أو للاغتسال أو أراد الطعام وليس لديه من يحضر له طعامه إلى المسجد فلا بأس بهذا الأمر أما إن كان الخروج لغير حاجة فقد بطل الاعتكاف بل حتى لو كان الخروج لطاعة إذا كانت هذه الطاعة غير واجبة فالخروج من المسجد لطاعة غير واجبة كذلك يبطل الاعتكاف كأن يخرج لاتباع جنازة أو زيارة مريض أو زيارة بعض الأقارب كل هذا يبطل الاعتكاف أما إن كان لطاعة واجبة كما لو كان المسجد الذي يعتكف فيه مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لكن صلاة يوم الجمعة لا تكون فيه فيذهب إلى مكان آخر أو مسجد آخر حتى يؤدي صلاة الجمعة فهذا لا بأس به بارك الله بكم لدينا سؤالان اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي السؤال الأول من شروط الاعتكاف ركز جيدا في البدائل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الطهارة من الحدث الأصغر أن تعتكف المرأة في بيتها أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فما الإجابة الصحيحة؟ بارك الله بك أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة السؤال الثاني مما يبطل الاعتكاف الأكل والشرب في الاعتكاف النوم أثناء الاعتكاف الخروج لزيارة بعض الأقارب الذهاب إلى الطبيب بسبب المرض ما الذي يبطل الاعتكاف؟ أحسن الله إليك الخروج لزيارة بعض الأقارب لأنها طاعة غير واجبة درسنا الثاني أحكام زكاة الفطر مفهوم زكاة الفطر قد يأتي سؤال ما مفهوم زكاة الفطر؟ أو ما تعرف زكاة الفطر؟ ولنبدأ بتعريف الزكاة فإذا فتحنا معجما من معاجم اللغة العربية سنجد أن معنى الزكاة في اللغة هو النماء والبركة والطهارة لأن من يدفع زكاة ماله فإن الله سبحانه ينمي له هذا المال ويبارك فيه ويطهره أما شرعا فزكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان في مصارف معينة فهي صدقة مالية تجب على المسلمين بالانتهاء من صوم شهر رمضان وتدفع لمصارف وفئات معينة نتعرف عليها إن شاء الله تعالى فهي شرعا إذن صدقة تجب بالفطر من رمضان في مصارف معينة ولنتأمل الدليل ونستنبط منه حكم زكاة الفطر فما حكمها؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والدليل واضح في أن زكاة الفطر واجبة على المسلمين فلا فرق إن قلنا فرض أو واجب فكل كلمتين تدلان على معنى واحد والسؤال الآن ما الحكمة من وجوب زكاة الفطر؟ أو لماذا أوجب الله علينا زكاة الفطر في هذا الوقت في نهاية شهر رمضان والانتهاء من صومه؟ لا شك أن الحكمة كثيرة منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث أي من الكلام الفاحش فإذا تلفظ الصائم بكلمات بذيئة أو فاحشة ثم في نهاية رمضان دفع زكاة الفطر فإن هذه الزكاة تجبر الخلل والنقص الذي حصل في صومه نتيجة لكلامه الفاحش وكذلك من الحكم أنها طعمة للمساكين والفقراء ومواساة لهم بما يغنهم عن حاجة السؤال يوم العيد في يوم العيد يوم فرحة ولا بد أن يفرح الجميع فإذا دفعنا هذه الأموال للفقراء والمساكين فإنهم يستطيعون أن يشتروا ما يحقق لهم السعادة في يوم العيد لهم ولأفراد أسرهم لذلك هذه من الحكم العظيمة وكذلك فيها تعويد المسلم على العطاء حيث أن زكاة الفطر ليست واجبة على الأغنياء فقط وإنما كل مسلم يجد في ليلة العيد ويوم العيد ما يكفيه من الطعام فإنه يجب أن يتصدقه وكذلك بزكاة الفطر وليس فقط الأغنياء فإذا هو تعويد المسلم على العطاء سواء كان غنياً أم فقيراً شكراً لله تعالى على نعمه فإذا جاءت ليلة العيد وكان مع الإنسان من الطعام ما يكفيه ليوم العيد وليلته فلابد أن يخي زكاة الفطر عن نفسه وعن أفراد أسرته أيضاً وهذا كما قلنا تعويد له على العطاء دائماً قد علمنا أن زكاة الفطر واجبة فما المقدار الذي يجب دفعه؟ ما مقدار زكاة الفطر عن كل مسلم؟ مقدار زكاة الفطر عن كل مسلم صاع من غالب قوت أهل البلد وأقوات الناس غالباً هي التمر أو البر والقمح أو الزبيب أو الشعير والصاع في هذا الزمان إذا وزناه بالموازين الحديثة فإنه يساوي تقريباً إثنين وربع كيلوغرام فلابد من دفع إثنين وربع كيلوغرام من غالب قوت أهل البلد عن كل شخص ولأن أقوات الناس في هذا الزمان صارت أرزاً فإذا المقدار الواجب عن كل شخص إثنين وربع كيلوغرام من الأرز تقريباً طيب السؤال الآن هل يجوز دفع قيمة هذا المقدار من الأرز قيمة إثنين وربع كيلوغرام من المال نقداً هل يجوز ذلك أم لا يجوز أم لا بد من دفع الأرز حصراً أو القوت حصراً الإجابة نعم يجوز دفعها نقداً إذا كان لمصلحة أو حاجة فإذا رأينا أن مصلحة الفقراء تتحقق أكثر بدفع الأموال أو أن حاجتهم إلى المال أشد من حاجتهم إلى الأرز أو غيره فعند ذلك أجاز العلماء دفع زكاة الفطري نقداً لدينا سؤال آخر مهم على من تجب زكاة الفطري هل تجب على الأغنياء وأصحاب الأموال فقط؟ الإجابة تجب على كل مسلم صغيراً كان أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً ولكن هل يدفعها بنفسه؟ فقد يكون صغيراً عن زوجته وعياله بل وكل من يعولهم فلو كان له والدان مثلاً أو أخته في بيته معه فلابد أن يدفع عن جميع أفراد الأسرة يخرج عن كل شخص صاعاً من غالب قوة أهل البلد أو ما يقابلها من المال فيخرجها رب الأسرة وقد يأتي سؤال آخر هل تجب على الجنين في بطن أمه؟ الجنين الذي لم يلد؟ نقول لا لا تجب على الجنين في بطن أمه ما دام لم يولد خلال شهر رمضان بارك الله بكم لدينا سؤال آخر حدد وقت إخراج زكاة الفطر متى يجب علينا إخراج ودفع زكاة الفطر؟ يبدأ هذا الوقت من غروب شمس آخر يوم من رمضان فكما ذكرنا تجب بالفطر لذلك إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وانتهى رمضان وصارت ليلة العيد فبدأ وقت الإخراج ويمتد هذا الوقت إلى ما قبل صلاة العيد لا بد أن تخرج قبل أن يصلي الناس صلاة العيد فإذا الوقت من غروب شمس آخر شهر رمضان أو آخر أيام شهر رمضان إلى ما قبل صلاة العيد فقد يقول قائل الوقت ضيق فماذا نفعل؟ نقول يجوز التعجيل بها قبل ذلك أي قبل اليوم الأخير فأجاز العلماء أن ندفعها خلال شهر رمضان وخاصة في الأيام الأخيرة منه في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين من رمضان وفي ذلك مصلحة للفقراء حتى يتمكنوا من اشتراء ما يحتاجونه للعيد فهذا هو وقتها من غروب الشمس في آخر أيام رمضان إلى ما قبل صلاة العيد لكن يجوز التعجيل بها قبل ذلك ثم تشهر رمضان كله وجاءت ليلة العيد وتريد أن تدفع زكاة الفطر فلمن تدفعها؟ من هم مصارف زكاة الفطر؟ أو ما الفئات التي يجوز لك أن تدفع لها؟ السؤال لمن تدفع زكاة الفطر؟ وهل يجوز دفعها لأكثر من فقير واحد؟ وهل يجوز إخراج زكاة فطر الجماعة لفقير واحد؟ والإجابات تدفع زكاة الفطر فقط للفقراء والمساكين هل يجوز دفعها لأكثر من فقير؟ نعم إن كان المبلغ كبيرا فيجوز أن تدفعها لفقيرين أو ثلاث أو أكثر هل يجوز إخراج زكاة فطر الجماعة لفقير واحد؟ مجموعة من الأسر تجمع زكاة فطرها وتدفعها لفقير واحد هل يجوز ذلك؟ كذلك يجوز اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي وقت إخراج زكاة الفطر هو بعد الخروج من صلاة العيد قبل دخول شهر رمضان من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل صلاة العيد أو طوال شهر رمضان وأيام العيد الثلاثة فما الإجابة الصحيحة؟ بارك الله بك من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل صلاة العيد أسؤال الآخر مصارف زكاة الفطر ابن السبيل وفي سبيل الله الفقراء والمساكين الغارمون والمؤلف قلوبهم العاملون عليها وفي الرقاب نعم الفقراء والمساكين فقط بارك الله بكم والسؤال الأخير ما الدروس التي استفدناها من دراسة أحكام زكاة الفطر؟ من الدروس أنها تحقق تكافل المجتمع وتماسك الروابط بين أفراده وفيها تطهير للصائم مما قد وقع فيه من خطأ وتقصير أثناء الصوم وشعور المسلم بأبناء مجتمعه وحرصه على أدخال الفرح إلى قلوبهم ففي هذا تقوية للأواصر والروابط بين أفراد المجتمع وجمعهم على المحبة والتآخي وختاما أشكركم على حسن استماعكم زادكم الله توفيقا ونجاحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته